أضوء تلاف دولة القانون عادل المانع تحدث عن لقاء مرتقى بين الصدري وقادة من الإطار في بغداد مشيرا في حديث لبرنامج الحق يقال إلا أن الإطاريين يعازمون على أن يكونوا الثلثة المعطلة في جلسة البرلمان المقبلة قد يكون هناك متغير يعني الثوابت نحن نقيس على الثوابت على ما حصل والثابت ولكن قد يكون متغير في اليومين القادمين اللي تسبق جلسة مجلس النواب ولرب أن زيارة السيد مقتل الصدر الآن في بغداد وغدا سيجتمع بالإطار التنسيقي قد تكون هذه الورقة الأخيرة لتسوية ما والاتفاق ما الإطاريين لم لموا أوراقهم وعزموا على موقفهم والآن حراك جاري على قدم وساق لأن يكونوا ثلثا معطلا في الجلسة القادمة لانتخاب رئيس الجمهورية بشكل واضح ترجمة نانسي قنقر